موسيقى الخطاطة السردية لرواية اللس والكلاب إذن هذه الخطاطة يمكننا نقسمها ثلاثة أجزاء رئيسية الجزء الأول وهو الوضعية الأولية ثم سيرورات التحول ثم الوضعية النهائية إذن بالنسبة للوضعية الأولية وهي خروج سعيد مهران من السجن ومباشرة تجميع المعطيات التي زادت من تأجيج نار الانتقام نتيجة الغدر والخيانة التي تلقاها من أقرب الناس إليه مما جعله يتخذ قرار الانتقام والبداية كانت مع رؤوف بنية صرقته إلا أنه أحبط محاولته ورده خائبا إذن هذه الوضعية الأولى بالنسبة للسيرورات التحول فيها ثلاثة الأجزاء الرئيسية كالحدث في الطارئ ثم تطور الحدث ثم النتيجة يعني واحد الحدث توقع ثم هذا الحدث تطور ثم النتيجة نهائية جلد الحدث إذن الحدث الطارئ وهو شروع سعيد في التخطيط للانتقام من عليش بطريقة عملية ومدروسة إلا أن الفشل كان حليفه تطور الحدث هو اختباء سعيد عن الأنظار أمام غليان الرأي العام واسترجاعه لأنفاسه بعد فشل عمليته الانتقامية الأولى والإعداد ثم القيام بخطة انتقامية جديدة موجهة نحو رؤوف النتيجة هو فشل العملية الانتقامية الجديدة التي كانت ناجحة على مستوى الإعداد نتيجة تسرع والتهور انتهت بتأزيم وضع سعيد ومطاردته من قبل الشرطة بالنسبة الوضعية النهائية هي تضييق الشرطة الخناق على سعيد ومحاصرتهم له في المقبرة من كل الجوانب ثم استسلامه بلا مبالاة بعد مقاومة يائزة وبالنسبة للتلاخص فصل الرواية فهناك تقريبا 18 فصل الفصل الأول هو خرس سعيد مهرى من السجن وذهابه إلى حيه ثم اجتماعه بعليش في منزله الفصل الثاني ذهاب سعيد إلى بيت الشيخ علي الجنيدي وقضى أول ليلته عنده الفصل الثالث توجه سعيد إلى مقر جريدة الزهرة وذهابه لمسكن رؤوف علوان الذي استضافه عنده الفصل الرابع السطو على منزل رؤوف ليلة ضيافة وفشل العملية بعد طرب سعيد من البيت وتهديده بالشرطة الفصل الخامس توجه سعيد إلى مقهى طرزال والالتقاء بنور بعد استلام المسدس الفصل السادس تسطو على سيارة الفصل السابع الذهاب إلى منزل عليش وقاتل شعبان حسين بالخطأ ثم هروب سعيد من مصرح الجريمة الفصل الثامي اللجوء سعيد إلى بيت الشيخ علي الجنيدي وخلوده للنوم ثم انزعاجه بعد استيقاظه في العصر وعلمه بفشل الخطة الفصل التاسع تسلو سعيد إلى شقة نور في الليل وترحيبها به للإقامة عندها مدة طويلة الفصل العاشر استرجاع سعيد لشريط الخيانة ومطالبة نور بإحضار بذلة الضابط بعد أن عادت إلى البيت بالطعام الفصل الحادش عاشر استرجاع سعيد لذكريات طفولة مع والده ومع الشيخ ثم مع رأوف علوان وعودة نور إلى البيت مهكى من الضرب الفصل الثاني عشر خياطة سعيد لبذلة الضابط وذهبه إلى مقهى طرزان الذي حذره من المخبرين مما زاد من قلق نور التي عادت للبيت وعاتبته الفصل الثالث عشر زيارة سعيد لطرزان ولقاءه بالمعلم ببياضة ثم إخلاء سبيله بعد الفشل في جمع معلومات منه بشأن عليش الفصل الرابع عشر ارتداء سعيد لبذلة الضابط وتوجهه إلى فيلا رأوف ثم الفشل في قتله والسقوط البواب ضحية عن طريق الخطأ الفصل الخامس عشر اعلان خبر فشل سعيد في الجرائد مما خيب أمله وعودة نور لمعاتبته بجريه نحو الهلاك الفصل السادس عشر غياب نور المفاجئ وتوجه سعيد إلى طرزان وتخلصه من مخبرين اعتراض طريقه ثم الإحساس بالوحدة بعد افتقاد نور الفصل السابع عشر قدوم صاحبة البيت للتهديد بالإفراغ وهروب سعيد إلى بيت الشيخ علي وإصراره على استعادة البذلة التي نسيها في بيت نور الفصل الثامن عشر استيقاظ سعيد وذهابه لبيت نور ثم فشله في استعادة البذلة بعد أن وجد سكانا جدد وعودته لبيت الشيخ وفراره إلى طريق الجبل ومحاصرته في المقبرة من طرف الشرطة وبالتوفيق لكم إن شاء الله